أنا عايز أجمل مع الزمالك كبيرا من زوجي لك بارتو في الأهلي بس عايز أسألك على حاجة مهمة شاب بكرة الزمالك إزاي هيعرفي عوى الضنجة؟ ممكن دين نقطة السلبية اللي عملها النادي الزمالك في المركات الصيفي الحالي إن انت يبقى عندك داخل موسم بالعيب بروفايل رقم 6 توحيد داخل فريق دي ممكن غلطة كبيرة قامت بها دارة النادي وكمان الجهاز الفني اللي مكمل من الموسم الماضي وعارف احتياجات الفريق عملت زي واستغنى عن بعض العيبة اللي كانت في المركز ده وحسب معلوماتي نجوزي جوميس كمان طالب جناح بس يعني مش طالب لمدافع حتى لو هو في مخيرته عنده لعبة بتعوض المركز ده زي محمد شحاتة أو زياد كمال لكن مش هما عندهم نفس المهام أو القدرات اللي عندي دونجة في المنطقة دي محدش فيهم شارس قطع الكورة محدش فيهم بيقدر يغطي مساحات الجاري بيقوم بها دونجة محدش فيهم بيبقى عنده القدرة على الافتكاك الكورة بشكل سريع في وسط ملعب المنافس الزي مالك هبقى عنده مشكلة كبيرة اشاف اللعيب الوحيد اللي يقدر اللي بشوفه من الفترة اللي ظهر فيها معنادي الزي مالك وبحس انه هو عنده جلد وعنده شراسة في وسط ملعب ومحمد شحاتة ومحمد شحاتة انت الفترة اللي فاتت بعته بشكل كبير عن منطقة وسط ملعب تم استخدامه كباك يمين وحتى لما كان بيخش في منطقة وسط ملعب كان بيخش كلاعيب رقم 8 نحط اللي مين لكن انت بكرة هتحاول توجده مكان في وسط ملعب الفريق كلاعيب رقم 6 ويقدي بشكل قوي كمان الاتنين اللي رأيبوا جنبه ومش هساعدوه في المعلنة واحد دفاعية زي ما تكلم خليفة لو انت بدأت مع عبدالله السعيد وناصر ماهر ومحمد شحاتة ورقم 6 هتدخل نازل مالك في مشكلة ان موضوع الصراعات البدنية والصراعات الفنية في وسط ملعب بيرمز قوي جدا انت بتتكلم التلاتة اللي هم تحت رأس الحربة لو صديقوا جولة لعب او رمضان صبحي او ناحة مصطفى فتحي او حتى التلاتة اللي بره عبدالرحمن مجدي او يوسف اوباما او ابراهيم عادل يعني الست لعيبة سهل من اسهل ممكن هم يسيطروا على الجيم قدام اي فريق سواء الزمالك او الاهلي ان بيرمز هو اقوى سكواد موجود في البطولة من ضمن الاربع فرق من ناحة الهجومية شهي طبعا انا بكلمة انت الاقوى في الحتة الهجومية دي بتأثر بشكل كبير لا او ممكن حرص المرمى اقل شوية من الفرقتين او ممكن احمد شنوي لا انا فرق يظهرش بشكل قوي انا احمد شنوي مقارنة بحرص المرمى في الاهلي تحديد او في الزمالك لا احمد شنوي خاصة في المباراة الكبيرة احمد شنوي مقارنة بيظهرش الشخصية القوية اللي ممكن تساعد بنا من في ان هو اي دوش طيب انت قلت محمد شحاتة هو اللي يقول اشوف ان هو افضل واحد افضل من ذلك كمال طبعا لو هقارن ما بين الاثنين لا شحاتة افضل طبعا حل عاسم عراير انا اروح لشحاتة كسندوق مغلق ما تمش تجربته في مركز 6 زياد تم تجربته وما كانش على الوسطه المطلوب فلو عندك اختيارين اختيار انت جربته وما اسمارش معاك واختيار تاني مجهول فممكن تلعب على المجهول بلعبة الرهانات لا وكمان الشكلة خليفة مظهر بي شحاتة في حتة الكوة بس في حتة في شحاتة تخوف شبا ممكن يجري ورا الكوة ويندفع ويسيب مكانه بس اولا كده مشكلة في مركز 6 مع محمد شحاتة الشحاتة مش اللعيب اللي بيتمركز في 6 شحاتة متحرق جدا الوعي هنا محتاج ييعرف ان هو لازم يزبق شحاتة برر حزبان خالص ومش عارف ليه ما اتطراحش رغم ان هو لعبها في امبي لو تتذكروا يعني محمد حمدي محمد حمدي لعب 6 و 8 في امبي بجانب طبعا الليفت بجانب اللي هو جناح كمان ولعب عشرة كمان ولعب عشرة لعب كل حاي ومحمد حمدي حسب برضو معلومات ان جزيجو ميز ما هو عجب به جدا بقى دهو بصراح مميز بصراح لحية شمال عمل شغلة هال جدا بس حمد حمدي دي ما هيتمش استغدام التجربة هل 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 جزيجو ميز اه ما انا فاهم اه سندوق اسود برضي اه بس يعني شحاتة هتجرب شوية في مراكز الملعب بس ممكن بس هل التجربة قدام برامدز يعني تسمح بالنقطة دي انا بشوف انها هتبقى تجربة صعبة ان اول لقاء رسمي جمهور الزمالك يشوف محمد حمدي يكون في مركز مختلف عن المعتاد يعني مفترض اللاعب يلعب الاول في مركزه وبعد كه يتجرب في مراكز تانية بالتدريج يعني بس هو على فكرة من ضمن الاختيارات عمر جابل ايه الاخبار عمر لو سليم لعب مهم جدا بس عمر برضو كان بلعب دايما تمانية على فكرة ملحبش ستة الصريح بس على فكرة عمر اكسرهم وعيا بس فيه في نقطة انت هتخسر عمر في الزهير الايمن وهو احد اهم مفاتيح لعب الزمالك في الزهير الايمن في الحالة دي فزي ما تقول ايه حتضرب مركزين واخلي بالك برضو في مشكلة كبيرة الزهير الايمن في الزمالك حيواجه مين حيواجه ابراهيم عادل او صديقه قوله حيواجه مصيبة ورمضان صبح لو ما المعاشر اه مثلا وخلي بالك رمضان فعلا وهو بلعب عشر حتى يهي رايح هناك فحيواجه مصيبة فالحتة دي انت هتحط فيها محمد شحتل اللي برضو تباركوزات وفزيئة ايمن مش افضل شيء فلا فالزمالك على القل يخلي يعني لو في عنده مشكلة تبقى مشكلة في مركز واحد مش مركزين اسألكم سؤال تادي برضو انا بس عايز وقف عن ده شوي هل ممكن يفكها باتنين يعني يضحب عبدالله السعيد او ناصر لا عبدالله يضحب ناصر مش هضحب عبدالله عبدالله عنده ما يضحب ده هو عمل كده وبينكز نفسه وبينكز وسط ملعب الزمال ولازم يعمل كده انا ممكن انا لعب بقى انا مثلا انا لعب شحات او حمدي او لعب شحات او وزياد كمان انا روح بقى لشحات او حمدي شحات او حمدي اللي بقى يبقى فيه حد بلعب برجله الشمال ضمن السلاسي هتدي اكتر تنوع اكتر شوية ويكون عندهم خدر حفاظه بالكرة مشكلة صنائية زياد وشحاته اللي تن بيخسروا الكرة كتير فزمالك هيفقد الكرة كتير حمدي لعيب كرته كويسة شوية فاحتفظه بالكرة حيبقى اعلى فلو روحنا لدي انا روح لشحات او حمدي وعبدالله السعيد تدي التوازن وتدي فكرة ان انا بيبقى مش بضحي قوي بشكل ادفاعي مباشر من غير ما يبقى عندي الشكل اللي هو انا قدر اكون بها جماد عايز اتكلم على نقطة بيرامدز بيرامدز من افضل الفرق اللي بتلعب كرات سبت ممكن هتبقى مكرر لو عادنا نجيب الكرات السبتة البرامدز ان الناس كلها عارفة عنده الشيبي السنة دي راح بزيدله كمان عبدالرحمن مجدي عمل واحدة ضد الجوش الروهندي كمان مصافة فاتحة ما بترجع له فتميز بيرامدز كبير جدا في الكرات السبتة لكن في مشكلة بقى خلينا نقول ان في الكرات السبتة اللي على بيرامدز فيهم حاجة كانت موجودة على فكرة فريرا استغلها في اخر لقاء فاز بيزا ملك على بيرامدز في الدولي موسم 22-23 الهدف اللي لعبوا من كورنر رجع لمصطفى شلبي وسدده